مساء الخير وأهلا بكم من جديد نهار اليوم طرق ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الطقس كان حار نسبي في مختلف المناطق حار في الأغوار في البحر الميت وفي خليج العقبة من صور الأقمار الاصطناعية عملا نشوف خلال ساعات النهار كانت الأجواء صافية لا تواجد لغيوم تذكر ولكن من المتوقع أن تتجه كميات من السحب سحب على ارتفاعات مختلفة ممكن تكون الليلة متوقع أن تكون في المناطق الشرقية للبلاد والمناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى درجات الحرارة رجعت الآن ل 27 درجة مئوية بعض السحب المتفرقة عملا نشوف 38% هي نسبة الرطوبة شمالية غربية هي الرياح معتدلة السرعة ولكن تنشط أحيانا درجات الحرارة ترجع الليلة إلى 16 درجة مئوية ممكن تكون مائل برودة في المرتفعات الجبلية عالية في السهول الشرقية ولكن الليلة تبقى الأجواء غير مستقرة ممكن الليلة نشوف زخات محلية من الأمطار في المناطق الشرقية بعض المناطق الشمالية وممكن يكون في بعض المناطق الوسطى أيضا بكرة أجواء ربيعية دافئة تقص معتدل درجات الحرارة ترجع عن اليوم تقريبا ل 27 درجة مئوية صافية بوجه عام بالليل ترجع أيضا ل 14 درجة مئوية عمالة نشوف أيضا الجمعة نهاية الأسبوع أجواء ربيعية تقص دافئ معتدل عم نحكي على 28 سبت 29 درجة مئوية ممكن الجمعة نشوف بعض السحب السحب يعني على ارتفاعات مختلفة ولكن بيظل عندنا حتى الخميس والجمعة وأيضا السبت ممكن الأجواء تكون حارة نسبيا في مناطق الأغوار في خليج العقبة وأيضا في البحر الميت الآن الرياح نحكي عن الرياح الليلة هي شمالية غربية معتدلة السرعة الرياح بتنشط على فترات حتى بتكون هي مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية إن كانت الجنوبية أو الشرقية من البلاد بكرة زي ما حكينا هناك انخفاض على درجات الحرارة الأجواء بترجع معتدلة بشكل عام وهي تقريبا حول معدلاتها بتكون السنوية الرياح بتكون غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أيضا الرياح بتكون مثيرة للغبار زي ما حكينا في المناطق الصحراوية الجنوبية وأيضا الشرقية من البلاد درجات الحرارة الصورة لهذه الليلة والعظمة اليوم الغد تكون كالتالي وابدأ من مدينة العقبة 22 بكرة 34 أجواء حارة نسبيا وادرا من 14 إلى 30 معانو من 12 إلى 27 عفوا راس النقب من 9 إلى 23 ونشوف درجات حرارة معتدلة وطقس دافئ البتراء من 13 إلى 25 الشوبك من 9 إلى 23 الرشادية من 10 إلى 22 درجة مئوية وعموما الأجواء مشمسة الطفيلة من 13 إلى 24 غور الصافي من 23 إلى 34 أجواء حارة نسبيا هناك الكرك من 15 إلى 26 وأجواء أيضا مشمسة وصافية وادي الموجب من 21 إلى 32 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا البحر الميت من 24 إلى 33 أيضا أجواء حارة نسبيا هناك مادبة من 15 إلى 25 مطار الملكة عالية الدولي من 12 إلى 28 درجة مئوية منطقة مرج الحمام من 15 إلى 25 درجة والأجواء صافية سوالح 24 بكرة بالفحص 26 درجة مئوية والأجواء أيضا مشمسة الصلط من 17 إلى 26 درجة أيضا أجواء صافية مشمسة عجلون بكرة 26 درجة راس منيف 13 وبكرة 23 الليلة في مدينة إربد 15 وبكرة بتوصل إلى 27 درجة مئوية في جرش تصل غدا إلى 28 درجة مئوية مرة تانية نرجع مناطق عمان عمان الغربية من 15 إلى 25 وأجواء مشمسة عمان الشرقية كذلك من 16 إلى 27 درجة مئوية الزرقاء من 16 إلى 29 درجة مئوية وفي المفرق الليلة 14 وبكرة 27 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد رويشد من 15 إلى 33 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا هناك حكينا الليلة ممكن يكون زخات محلية متفرقة من الأمطار هناك 17 إلى 31 في الصفاوي وننتبه من الغبار الممكن يكون في المناطق الصحراوية خاصة المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية الأزرق من 16 إلى 30 درجة مئوية وننهي درجات الحرارة بمنطقة الجفر من 13 إلى 32 درجة والأجواء صافية ومشمسة وطبعا أجواء حارة نسبيا هناك النشر الجوية قدمت بالتعاون مع موقع تقصي الأردن من قناة رؤية دائما أطيب التمنيات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر